جائحة كورونا تعطل التعليم الحضوري مرة أخرى بعد عودة جزئية لبعض المراحل الدراسية اعتماد مطلق على التعليم الألكتروني تقول وزارة التربية عبر المنصات الألكترونية لاستكمال ما تبقى من المناهج والسنة الدراسية حينما نتحدث عن فيروس كورونا ونتحدث عن تعليم الألكتروني الكل يجب أن يلتزم إذا كانت مدرسة أهلية وإذا كانت مدرسة حكومية أصبح الدرس وذات الدرس الذي يصل إلى طالف محافظة نينوى ويصل إلى طالف محافظة البصرة والأنبار وديالة وميسان وذيقار نفس هو الدرس الذي يبث على التلفزيون التربوي يصل إلى الجميع وبينما يعاني تلاميذ المراحل الأساسية من قلة استيعاب المناهج والدروس التعليمية الألكترونية التي تضطر وزارة التربية لتدريسها كخطة بديلة عن التعليم الحضوري تقترح نقابة المعلمين أعداد خطة منهجية ستراتيجية تتلائم وسنوات الجائحة تعليم الألكتروني هو تعليم طبعا جاء للضرورة ولكن لم يفئ بالغرض وتضرر التلميذ وتضرر الطالب وخاصة المراحل الأولى الأول والثالث ابتدائي والثالث ابتدائي وحقيقة لم يصل إلى المستوى المقبول كان المفروض أن نعد خطة منهج تكميلي منهج الجائحة للصف الأول الابتدائي للثاني للثالث يكون هذا اللي ينتقل للمرحلة الثانية من الأول للثاني لازم بداية الكتاب يرجع يتدرس المادة ونتأكد أنه اجتاز الصف الدراسي بنجاح واستوعب المادة الدراسية وكذلك للرابع الخامس وكذلك المتوسط وكذلك الإعدادية ولم تحدد وزارة التربية مصير العام الدراسي حتى الآن نتيجة عدم استقرار الأوضاع الصحية واعتمادها على تغيرات الموقف الوبائي وقرارات اللجنة العليا ويقترح التربويون إعداد خطة منهجية وتعليمية لسنوات الجائحة للحفاظ على مستوى التعليم وحماية الطلبة والأساتذة من تخبط القرارات سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد